اشتركوا في القناة يورين هو احد السوائل البيولوجية هو المسؤول عن ازالة المواد السمية من الجسم وتطرح خارج عن طريق القناة البولية طلاب مثل ما تكلمنا بالفصل الاول عن الايض البروتينات الموتوبولزم اللي هتحدث شنو اوقفة نواتج او فضلات خلال عملية الايض اللي مثل البروتين تحلل الى امينو اسد والامينو اسد تحلل الى امونيا والامونيا تتحول الى يوريا ويوريا تطرح عن طريق القناة البولية خارج الجسم هاي تحدث قناة بدورة يوريا سايكل مثل ما درسناها الكمية الطبيعية للفلويد بلابولوجيكال اللي ويورين اللي عادة قناة اللي يجمع خلال اليوم اللي يتراوح بين نسبة 700 الى 2500 مليلتر طبعا هاي الكمية depending on the fluid intake and weather هاي الكمية تعتمد على الكمية السوائل اللي حن نتناولها وكذلك حالة الطقص فمثل في حالة الصيف بسفدرج حرارة عالية حيحدث تحرق في الجسم يفقد كميات خلال الجلد طبعا بالعموم انه اليورين هذا السائل يتألف من مواد قلنا اللي هي حوالي 2% يوريا and other organic and inorganic chemicals ومركبات عضوية وغير عضوية نسبتها 2% هاي دسولفت in water هاي تكون مذابة في حجم الماء الكلي لليورين اللي هو حوالي 96% طلاب اقو حالة نتبه عليها حالتين حت تحصل اللي هي في حالة دابتس ميليتوس داء السكري اللي شي يحصل when increase in urine output عندما تكون زيادة في كمية الادرار اللي تضرح حرط الجسم هاي العملية تدعب البوليوريا اللي شنو in which urinary output becomes more than اكثر من 2500 مليلتر باليوم يعني هيصر عنده مصاب مرض السكري انه هيطرح السوائل اللي مهنين ضمن اليورين اكثر من النسبة الطبيعية طبعا بالنسبة لمرض السكري انه نلاحظ فقدان وزن الشخص المصاب بالسكري طبعا نتيجة عدم قدرة اغذية البانكرياس فراز هرمونيسولين اللي شنو وظيفته هو نقل المواد الغذائية الى من الى الخلاعي حتى يتم انتاج طاقة وعمليات البناء الاخرى فاللاحظ المصاب مرض السكري فقدان وزن كثرة التبول والعطش الشديد شوفوش تتناول كميات كبيرة والحالة اللي يحدث نقصان في خروج اليورين ها تدعى العملية بالالقويورية اللي هي شنوش تكون تكون حالة حالة في حالة الجفاف كذلك حالة اخرى تدعى انيورية يعني عدم خروج اليورين خارج الجسم هاي تحدث في حالة الفشل الكلوي نجي مصطلح آخر هو الروتين يورين لايسيز اللي قلت انا بعد ما اخذت عينة السامبل اليورين عن طريق البيشينت طبعا ها تضع فيه علبة خاصة وكفر حاوي على كفر فتوصل للمختبر حجر عليها عدة اختبارات من ضمنها الاختبارات اللي هي physical characterize الخواص الفيزيائية اللي تشمل color اللون مثل ما نعرف انه النورمال color اليورين هو يلو لونه اصفر كذلك نقيس البي اتش الوسيل الهايدروجيني اللي يقلنا هي النورمال 6 6 كذلك في حالات المرضي الابنورمال تكون القيمة اكثر من 6 او تكون في حالات المرضي اقل من 6 طبعا تعتمد على الاكل اللي يشمل الخضروات والفواكه او امراض اخرى تسبب ارتفاع او انخفاض البي اتش ترانس بيرنسي المظهر اشوف مظهر اليورين هل هو كلير او تيربيد العاخر والادور الرائحات اليورين الراحة الاروماتية تكون والفاليوم الحجم الحجم اشقد بالعلبة اشوف اشقد الحجم يكونها طبعا العلبة متكون بها مدرجة واشوف قياس اليورين مقابل الشخص اللي اخد من عند العين الادرار ثاني فحص اللي هو تحليلات الكيميائية اللي هي تشمل اليوريا واليوريك اسد والكرياتينين والكلورايد بالاضافة الى الفحص الثالث هو الميكروسكوب بيك اكزامينيشن اوف دايورين سامبل اللي هو منه الفحصات المجهرية اللي اجري على عين تالسامبل اللي حتى شنو اقدر اشخص الحالات اللي تكون بيها مثل كريستل في حالة الستون او الفوسفيت او الوكزاليت بلاك وجود الباص يعني الار بي سي الى اخره وطبعا القسم من التحاليل البكتيرية هيستخدموها في تشخيص النوع البكتيرية والكلتشار اليورين زرع عينة الدرار وفعصات اخرى تجري للعينة بالنسبة لليونين ستريب حنستخدم طريقة اللي هي تكون اسهل واسرع في تحليل عينة اليورين هاي الخاصية تعطينا بشكل عام التراكيز او المواد اللي حشخصها عن طريق شنو قلنا بلاستيك تبستيك عن طريق قطعة بلاستيكية او ورقية هاي بشكل تكون شرائح سنتطرق نتكلم عنها ان شاء الله هذا النظام يسمح التحاليل الكمية وشبه النوعية شنو هاي تجري خلال دقيقة عن طريق العينة ولازم تكون شنو بشكل دقيق ونتبه العملنا طبعا هاي الالوان اللي حتتغير بعد ما نضعها في العينة حتتغير هاي الالوان و compare to color وهاي حقارنها مع الوان chart to obtain results هاي اكو الوان على الانبوبة او البطل الوان بيها فاقارن الوان الشريحة اللي وضعتها بالعينة مع هذه الالوان وشوف شنو النتيجة شنو اختلاف الالوان وشنو التراكيز حسنا نلاحظ بالسلايد الاخر الرياجين ستريب بروفايت ربيد لسكرين لارج دمبر طبعا هذا الكاشف الستريب اه جهزنا بوقت قليل اه فد يعني فد ملاحظات عن الارقام الكبيرة اللي حن موجودة بالعينة مثل البي البروتين الكلوكوز الكيتونز البلود البلوريوبين اليوروبلونوجين والنيتريت رياجين ستريب طبعا هذا الكاشف قلنا بتشك شنو قطعة بلاستيكية هذا الكاشف كيف كالرياكشن تيك بيس حتى تحدوث تفاعلات كيميائية مع ما قلنا مع العينة الإدرار when الستريب is weighted in urine sample these reactions result in color change that can be visually assist طبعا هاي التغيرات اللونية اقدر اشاهدها بالعين للهش للسهولة والسرعة طبعا اكو مثل اكو خلال الفحص انه لقيت مثل اكو فد اثر شغر باليورين او وجود مثل باص لازم شنو لين هو اتأكد هتكون نتاجي دقيقة لازم استخدم شنو البلاد تحليل البلاد الهيموتولوجي اللي اجري عليه اللي يكون اكثر دقيقة بخلال طبعا اجهزة مختبرية مثل ما لاحظ الطلاب طبعا اقارن اللون اللي تغير مع الالوان الموجودة اللي نشوفها على البطل او العلبة اللي هي مثل اريد اقيس البلوريوبين اليومين نقنا ناتج من تكسر الهيموغلوبين واليورو بلونوجين والكيتون هي من البريك داون للفاتي الكليكوز اللي هو قليمين من عيض الكربوهيدرات البروتين والبلاد والنيتريت الكثافة النوعية العينة اليورين وذلك اللوكوسايت والبي اتش طبعا اذا شوفوا طلاب هاي الشريحة او القطعة البيبر او البلاستيك بعد ما ضعدها بالعينة حتحتوا التفاعلات مع المواد الموجودة باليورين اللي هاي تشوفها على العلبة طبعا اذا اكو في حالة الابنورمان الحالة الغير طبيعية حتشوف تغير باللون وهذا اللون حنقارنه مع الالوان المثبتة على العلبة وكذلك اكون معها التراكيز طبعا كل لها التراكيز نستفاد عندها حتى شنو ندون المعلومات نستفاد الكيميائية اللي هي تشمل جنال physical والchemical والmicroscopic فالكو عبارات وتراكيز ومصطلحات حاستخدمها بورقة التقرير مثلا inconstration التراكيز ان تكون بالميليغرام بير دي سليتر كذلك ثانيا استخدم مصطلحات as small يعني قليل مديرت متوسط or large كبير كذلك using the plus system هستخدم نظام اللي نحن نسميه مثلا الصليب مثلا plus one plus two plus three plus four ها في الحالات المرضية المزمنة كذلك استخدم عبارة positive يعني الإيجابي negative سالب لا يوجد او normal حالة طبيعية شون هتكون الطريقة shake up the sample of urine قلنا بعد اخذت عينة اليورين من الشخص undip the test portion of test strep شح نضع قلنا هاي القطعة البلاستيكية الشريحة في داخل العينة اليورين و تكون شنو حاوية على حال هالتراجيز اريد اقيسها حد تكون معلومة الي والباقي من اليورين ترموف يعني ازيل السائل الزائد لان هاي طبعا بالعلبة حجم مقائغ مطلوبة عندي يكون مدرجة فعلى ضوءة اقيس المواد اللي اشوف بها التغير بالالوان وتغير بالتراكيز color scale range from negative يعني تشوف تغير من سالب انه ماكو شي الى شنو قلنا الى صليب او صليبين او تلافة الى اخرى record your results on the uran lysis worksheet سجل النتائج خلال قائمة مثل ما لاحظ الطلاب انه البي اتش والنتريت والبروتين والكلوكوز والبلوريوبين هاي طبعا قلنا التحاليل الفيزيائية والكيميائية اسجلها انه اش لاحظت هاي النتيجة شنو التراكيز اللي ظهرت لي بشكل عام كذلك اكتب الادور الفاليوم البرينس مظهرة الى اخر هي الصفات الفيزيائية طلاب انتهت المحاضرة ان شاء الله عندي الهومورك يحل ويرسل الى قناة التليجرام ما هي مكونات اليورين مثل ما قلنا اكو مواد ونسب تذكر سؤال الثاني رايدة كيف تستطيع قراءة النتائج من الشريحة قلنا شو نحطهم باش نقارن واضحة طلاب السبب انه خاصة بخاصة بألوان اليورين هذا اجابونا عليه طلاب الاستمارة تسجيل الحضور ان شاء الله بعد المحاضرة تمنيات لكم بالموفقية ونشوفكم ان شاء الله على خير شكرا جزيلا طلاب شكرا جزيلا